السلام عليكم ورحمة الله. ان شاء الله النهاردة هقول لكم ازاي تشحن باقة الانترنت الارضي في شبكة وي من خلال الفيزة او المستر كارد او بطاقة ميزة تمام? يعني انت لو مشترك في اي باقة من باقات الانترنت الارضي الخاص بشبكة وي وعايز تشحن الباقة من خلال طبيق مايوي عن طريق الفيزة او المستر كارد او بطاقة ميزة يبقى تتابع معي الخطوات دية. طيب اول حاجة هتعملها علشان تشحن باقة الانترنت الارضي من خلال طبيق مايوي من الفيزة او المستر كارد او بطاقة ميزة كليته تعمله اول حاجة هتبدأ تفتهت طبيق مايوي وطبعا ل seven تكون متصل بالانترنت سواء بينات هاتف او واي فاي هننطرر شواني. بعد كده طبيق مايوي هيفتح معاجبه الشكل ده. كليته هتعمله علشان تشحن او تجدد باقي الانترنت الارضي من خلال الفيزا او المستر كارد او بطاقة ميزة كل انت هتعمله هتلغط على شحن الرصيد بالشكل ده كده بعد كده لو انت عايز تشحن ده رقمك هتلغط على الرقم الحالي يبقى تبدأ تختار اول اختيار بالشكل ده كده بعد كده هتلاقي جائب لك المبلغ اللي انت هتجدد من خلاله الباقة تمام وبعد كده كل انت هتعمله هتضغط على بطاقة بنكية تمام يبقى هنبدأ ان نختار بطاقة بنكية عشان ديت اللي من خلالها هنشحن باقي الانترنت الارضي يبقى هبدأ اضغط على بطاقة بنكية بالشكل ده بعد كده هتلاقي جائب لك رقم التلفون الخاص بباقي الانترنت الارضي تمام وبعد كده هتليجي يا ابلك المبلغ اللي هتخصم منك. بعد كده هتلغط على اعادة الشاحن. بالشكل ده كده. هننتظر شواني. بعد كده هيجيب لي الصفحة اللي من خلالها هضيف البيانات الخاصة بالفيزا او المصر كارد او بطاقة ميزة. طيب بعد كده كلنا اللي عملو هنبدأ نضيف بيانات الفيزا او المصر كارد او بطاقة ميزة تمام? بقول لي نوعات اول حاجة اكتب اسم حامل البطاقة. تمام? هتبدأ تكتب الاسم الموجود على الفيزا او البطاقة الاقتمانية باللغة الانجليزية. تمام? زي ما هو مكتوب على الفيزا او المصر كارد او او زي ما هو مكتوب على بطاقة ميزة هتبدأ تكتبه. تنا حاجة بيقول لي اكتب رقم البطاقة. ورقم البطاقة دوت اللي هو الرقم الموجود على الفيزا اللي هو مكون من ستاشر رقم. تمام? يبقى رقم البطاقة اللي هو رقم الموجود على الفيزا او المصر كارد او اللي موجود على بطاقة ميزة والمكون من ستتاشر رقم تمام بعد كده شهر الانتهاء وشهر الانتهاء دوت اللي هو شهر انتهاء الفيزا او المستر كارد وهتليه برضك موجود علي الفيزا او المستر كارد اللي هو شهر الانتهاء بتاع الفيزا بعد كده سنة الانتهاء هتكتب برضك السنة اللي هتنتهي فيها الفيزا او المستر كارد بعد كده قول لك اكتب الرقم السري والرقم السري دوت اللي هو عبارة عن تلات ارقام بيبقوا موجودين على ظهر الفيزا تمام او المستر كار. يبقى المقصود برقم السري اللي هما تلات ارقام موجودين على ظهر الفيزا. مش الرقم السري اللي هو العادي لا. اللي انت بتكتبه عندها بتجي تسحب من مكينة الاتي ام. وهنا عايز الرقم اللي هو موجود على ظهر الفيزا والمكون من تلات ارقام. تمام? طيب انا هبدأ اكتب البيانات ديت. بعد كده هكمل الفيديو معاكم. تمام? وبعد ما تكتب البيانات الخاصة بالفيزا او المستر كارد. كنت هتعمله. وبعد ما تكتب البيانات الخاصة بالفيزا او المستر كارد. هتلاك هتبلك في الاخر في الاخر كده هبقول لك اجمالي الكيمة. يعني انا على سبيل المسال المشترك في باكت اللي هي مية واربعين جيجا. تمام? بقول لي انهوات اجمالي الكيمة مية تمانية واربعين جيجا. والسحتاشر ارش. كنت هتعمله بعد كده هتضغط على ادفع الان. تمام? يبقى يبقى هبدأ اضغط على ادفع الان بالشكل ده. بقول لي جاري الاتصال بالبانك المصدر للبطاقة. هننتظر السواني في عدادة هوت. بعد كده بقول لي ان هو هيبعت رسالة. والرسالة ديت زي رمز تحقق. تمام? فانا هرغط على استمرار. فانت هترغط على استمرار. تمام? بالشكل ده كده. عشان هيبعت لك كود على رقم الهاتف الخاص بيك. هننتظر الرسالة. وبعد كده هنكتبها في المكان اللي هو بقول لي ادخل الرقم السري. تمام? وبعد ما كتبت الرقم اللي هو جالي في ادخل الرسالة. تمام? هضغط على ادخل. بقول لي نهوت عملية ناجحة. تمام? بقول لي نهوت تم بنجاح تمت هالعملية بنجاح. هضغط موافق. ولو اللاحز ان تم شحن الباقة وتجددت بشكل تلقائي. لان كان معادها عدد. بقول لي نهوت مية واربعين جيجا. متبكين مية واربعين جيجا. هبدأ اعمل تحديس عشان نشوف التجديد هيب يمتع. ولو اللاحز كده هو تم شحن الباقة. بقول لي نهوت تاريخ التجديد عشر فبراير الفين تلاتة وعشرين. يعني يوم عشرة اتنين هبدأ اجدد الباقة. وبالطرقة ديت هتشحن باقة الانترنت الارضي من خلال البطاقة الاقتمانية بدون ما تروح لاي فرع. وبكل سهولة تمام? وبكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وزي عجبك الفيديو اضغط لايك. بتنسوش الاشتراك في القناة حسين نشجعونا اللي احنا نعمل لكم فيديوهات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.